موسيقى أحييكم في كل مكان ما زالت التحديات تواجه حكومة السيد السوداني منذ تشكلت وإلى الآن في ظل رغبات شعبية كبيرة تبحث عن حلول لمشاكل كانت حاضرة منذ فترات والحديث هنا عن حكومات سابقة لم تتمكن من معالجة الواقع الذي يرتبط في الجوانب الاقتصادية والأمور الأخرى التي تتعلق في البنى التحتية حكومة السيد السوداني تشكلت بشعار حكومة الخدمة من أجل ترتيب أوراق هذا الملف بشكل واضح لكنها حتى الآن تعاني من أزمة كبيرة ترتبط في ملف سعر صرف الدولار الذي أخذ يتصاعد بشكل واضح وملحوظ دون حلول واضحة تذكر لا من الحكومة بشكل خاص ولا من البنك المركزي المؤسسة المستقلة المعنية بهذا الملف الحديث مختلف على المستوى السياسي أطراف تتحدث عن ضغوط خارجية وإرادة وأجندة تسعى من خلال هذا الملف لعقلة حكومة السيد السوداني في حين يدور الحديث من بعض الجهات عن وجود خروقات مالية كبيرة هي التي جعلت البنك الفدرالي الأمريكي يتعامل بطريقة مختلفة مع هذا الملف إذن في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن هذه النقاط والتي ترتبط بملف آخر هو الأكثر أهمية ملف الموازنة الذي سيقترب من الظهور ما أن يعود مجلس النواب لعقد جلساته مع نهاية العطلة التشريعية وحييكم وناقشوا هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو النائب عن تحالف قوة الدولة للسيد علي البنداوي رحب بجنابك أهلا سيد علي حياتكم الله وأيضا النائب سعاد المالكي عضو لجنة الاستراتيجية لمتابعة البرنامج الحكومي ورحب بجنابكم سيدة سعاد ولأبدأ منكم سيدة سعاد بالحديث عن حكومة السيد السوداني وجملة التحديات التي تواجهها الآن الحديث مع السلطة الرقابية كيف تقيمون أداء حكومة السيد السوداني على اعتبار أنكم ضمن اللجنة المكلفة بمثابعة المنهاج الحكومة أهلا وسهلا أستاذنا العزيز والرحب بزنيل العزيز اللي معانا بداية احنا حاليا كلجنة استراتيجية لمراقبة الأداء الحكومي لم نبدأ لحد الآن فقط بالدراسات لأن حاليا التنفيذيين لا عندهم موازنة أنا أريد أحاسب شخص أو أريد أجي أمارس الدور الرقابي إلى ما عنده موازنة حتى أنا أجيب للتنفيذي أنت ليش عندك مشاريع متلكية أنت ليش هذا المشروع متوقف نحن حاليا جاي نحاول أن نجد الحلول مع التنفيذيين لحل الأزمات اللي جاي تتعرض لها الحكومة الحالية هذا يعني الحاليا نحن هيش جاي نسوي ليش لأن نحن الحكومة الحالية استلمت تركة ثقيلة جدا من الفساد اللي نكون يعني واضحين هي تعلم هناك تركة ثقيلة ومن المفترض أنها هيئة الحلول لهذه تركة سيدة سعاد نتكلم عن دولة نحن ما جاي نتكلم عن شركة أنا ما أقدر الآن أحاسب السيد السوداني أقول له أنت خلال شهرين أو شهر و 28 يوم ليش ما حليت لكل أمور الدولة اللي هي موجودة أنا استلمت تركة ثقيلة فساد 100% يعني أنا هسا من يتكلمون مع سعر الصرف ليش هو السوداني إجا زيد سعر الصرف نحن ندري كلنا أنه اللي زيد سعر الصرف هو الكاظمي وبالدورة السابقة لش نجي نحاسب هذا الرجل جيد إذا لماذا الصعود الآن سيدة سعاد نحن لا نحن من حاسب الحكومة حاليا على الصعود غسيل أموال رادة الدولة تحاسبهم فرضة البنك الفيدرالي فرضة عقوبات على غسيل الأموال وهذا جيد حتى نعرف تقل الفساد اللي موجودين بالعراق هذا جيد يعني بالنسبة لي أنه نستمر بفرض العقوبات جيد لكن أن الدولة ما توضح حلول جذرية للمشكلة هنا أكو خطأ هنا أكو خطأ مكتاز جيد هذه النقطة بالتحديث أيضا ناقشها مع الأستاذ علي ورحب الجنابك أستاذ علي وأسأل عن حديث أو عن الموقف من قبل مجلس النواب إذا ما تحدثنا الآن ابتداء في قضية سعر صرف الدولار تذكر حضرتك السيد محمد الشاعر السوداني عندما كان نائبا يغرد بشكل مستمر عن ضرورة أن يكون هناك حل لهذا الملف أنتم الآن في مجلس النواب كيف راقبتم خلال هذه الفترة فترة الأطلة التشريعية هذا الصعود المستمر لسعر صرف الدولار وهل سيكون هناك موقف واضح وسريع بعد عودة مجلس النواب لعقد جلسات نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وليل زيفة العزيزة وكل متابعيكم الكرام حقيقة هذا الملف أغلق السياسين بصورة عامة وأضامز النواب وكذلك هو يشكل مصدر غلق للشعب العراقي بصورة عامة وأعتقد هناك إرادة دولية أعبر عنها هي وراء هذا الصعود وهذا التدهور في سعر الدينار العراقي ماذا تريد هذه الإرادة الدولية الصلاعية؟ طبعا نضغط على حكومة السيد محمد الشعى السوداني وأخص بالذكر بها هو البنك الفدرالي الأمريكي على اعتبار الأموال العراقية تخرج من خلال تخرج من خلال البنك الفدرالي الأمريكي غير بعض القواعد في التعامل مع الحكومة العراقية وهناك داخل البلد وداخل العراق كذلك هناك من يريد أن يلعب على هذا القضية الحساسة لذلك أمام الحكومة حقيقة تحدي كبير وكذلك على البرلمان هناك تحدي في نفسه اليوم الحكومة مثل ما تعرف جنابك والمشاهد الكريم هي حكومة التحالف إدارة الدولة أكثر من 250 نائب هم دائمين لهذه الحكومة هم منشكلوا هذه الحكومة فأعتقد دورنا كأعظام الجس النواب ضرورة جدا مجلس النواب عليه بعض القضايا التي واجب القيام بها وأن يكون جريئة حقيقة باتخاذها في مقدمة مثلا تقليل الحلقات الزائدة في مؤسسات ودوائر الدولة وهذا طبعا من شأنه كذلك حد كبير من الفساد لا ننسى أن في هذه القضية هناك فساد واضح أسأل علي أنت تتحدث عن ضغط مثلا يمارس الآن من الفيدرال الأمريكي أو من الجانب الأمريكي على حكومة السيد السوداني أنا أسأل عن هدف هذا الضغط الهدف هو التأثير على حكومة السيد المحمد سياع السوداني من أجل الرضوخ إلى الإدارة الأمريكية بشكل مباشر وكبير ويعني لحد الآن حقيقة لم نلمس تعاون مثل ما كان مع الحكومة السابقة من قبل الإدارة الأمريكية بصورة عامة لذلك نقول على الحكومة حقيقة ضرورة جدا هو الجانب الأمريكي يبرر ذلك أنه لا ضغوط ولا هدف ولا أجندة بقدر ما هي خطوات يسعى لتنفيذها البنك الفيدرالي للحفاظ على الدولار العراق حركة الدولار أين كانت هذه في زمن حكومة الكاظم كان حتى حجم الإنفاق أكثر وأكبر من هذه على كل اللي أحب يعني أقوله ضرورة جدا حكومة سيد محمد شاعر السوداني القيام بسلسلة من الإجراءات السريعة ويمكن طرحناها أكثر من مرة أنه بالإمكان يعني ضخ أكبر عدد ممكن من السيولة النقدية بالدولار الأمريكية حتى في رواتب موظفي الدولة أجعل جزء من هذا الراتب هو بقيمة الدولار حتى ينزل الشارع أعتقد يعني بصورة مباشرة وأن يفتحون منافذ أكثر بعد وأكبر حتى على أقل تقادير نسيطر عليه جيد سابعلي بعض الإجراءات التي تخذت الحكومة مثلا البنك المركزي أنطى يمكن خمسة آلاف دولار للمسافر يعني يقطع وهذا أعتقد يعني مو كافي حتى يسيطر على الدولار لأن هذه الخمسة آلاف دولار راح يستلمها ورح ينفقها هو بالخارج جيد لذلك بالداخل ما راح يستفادوا منه أنا أرجع لحضرتك وأناقش ما قيمة هذه الإجراءات طالما هناك ضغط أمريكي يهدي في الأحراج حكومة السيد السوداني لكن في موقف مجلس النواب أعود لحضرت السيد السعاد الحديث عن مجلس النواب والدور الذي من المفترض أن يلعبه المجلس في هذه القضية على اعتبار أنها قضية شعب وهو من يمثل الشعب عندما نتحدث عن القرار السياسي جلسة استثنائية كان من المفترض أن تعقد عدد من النواب حاولوا جمع التواقع الكافية لعقد جلسة استثنائية لكن لم يحصل هذا الأمر ألا يؤشر ذلك عن غياب العلاقة والتواصل بين ما يعانيه الشارع وما يبحث عنه الشارع وبين السلطة التشريعية الأزمة الحقيقية للصعود الدولار لا تحتاج حتى جلسة من مجلس النواب تحتاج حزم حقيقي من الحكومة الحالية يعني أنا لو كنت هسه بموقع تنفيذ نعم إحنا شن اللي يهم الفقير شن اللي يهم الإنسان الفقير اللي عندنا متواجد هو من اللي جاي يتأثر جاي يتأثر فقط الفقير بصعود الدولار أول شيء أنا أسوي كوزارة التجارة أنا أفرض على كل الدول أن أتعامل بالدينار الأيراقي وعلى فكرة البنك المركزي هسه وحد السعر الصرف 146 للتعامل زين ليش التجار مالتنا ما جاي تفرض عليهم الدولة التعامل فقط مع البنك المركزي ليش أنت جاي تتعامل أصلا ما جاي تتحقق العقوبات اللي مفروضة على الصيرفات هاي واحدة المفروض أنا أتخذ بيها وزارة التجارة ليش ما تغرقين السوق أنت بالنسبة لكم وبكل المواد الغدائية وبهيش كل التجار راح تنجبر أنه هي تتعامل فقط مع وزارة التجارة وبهيش سعر المواد كلها تنزل مثل ما شفنا سعر الطحيل وين الصعوبة بتنفيذ هذه الحلول أطلاقا ماكو أي صعوبة أطلاقا ماكو أي صعوبة لينش ما نروح النفذين هو أنا هسه حاليا يعني كل يمكن كل لقاء من اللقاءات كنت فقط أدافع أنا حاليا أنا أريد حلول جذري أنا اللي أريد واني واني اللي كنت أدافع أنا حاليا أريد حلول هاي الحلول عند رئيس الوزراء هي خلي نقول يعني شيء بسيط جدا يعني الرجل هو ابن هاي الداية ابن هذي البلد يعني كل هاي يعرفها يعني أفرض على وزارة التجارة أنه تغرق السوق بالمواد الغذائية أفرض على وزارة الصحة أنه تغرق السوق بالمواد الصحية المواد الدواء وغيرها هو الفقير شنو اللي متأذي بي أنا الغريب أنه يجيني مثلا واحد يبيع يعني مخضر يجي يسألني على سعر الصرف أنت شعليك بسعر الصرف لأنه البضاعة اللي يشتريها إيه ليش هو جاي يشتريها جاي تصعد عليها ماكو رقابة ماكو إحنا وزارة التجارة من نجيب كل المواد أنا من أتعامل مع تركيا وإيران والصين وعلى فكرة هي سعر الصرف فسحنا خلينا ننصف غيرنا سعر الصرف مو فقط بالعراق حاليا إيران هو هذا المحور كل المحور هو جايزي سوريا العراق لبنان كلها جاي تصعد بها سعر الصرف إذن حتى إحنا نريد نبتعد عن كلمة التشاوم ونقول هي محاربة خلينا نقول أنه الناس تريد تحافظ على سعر الدولار إيه خلينا نحافظ على سعر الدولار حسنا مثل ما هم يحافظون على سعر الدولار مالتهم خلينا نحافظ على سعر الدولار هو ضغط أمريكي لو ضعف في إجراءات الداخل العراقية حاليا إذا كان ضغط أمريكي فإحنا بقوتنا نقدر أنه نكسر هذا الضغط إحنا حاليا نقدر أنه نفرض على وزارة التجارة ونفرض على وزارة الصحة الدواء تجيبنا يا وزارة الصحة حصريا تتعامل هي مع الوكلاء ووزارة التجارة تتعامل حصريا هي مع التجار رح ينزل السوق احنا من اجي اتعامل مع الدولة الشقيق يعني الاشقاء او الدولة الجارة او اي دولة اخرى انا افرص سعر التعامل مع الدينار العراقي انا مجمور اتعامل بالدولار الامريكي يعني احنا هسا الخليج انفتح على الصين وللعلم هذي كلها انعكاسات انفتاح الخليج على الصين حرب اوكرانيا مع روسيا هالكلها تأثيرات بسبب هو صعود الدولار لان امريكا يعني بدت الخليج ينفتح على الصين بدت اكو هواي امور تتغير بالاقتصاد فاحنا حالنا حال بقية الدول احنا مشكلتنا الاقتصاد عدنا حتى القراءة الى متأخرة فالمفروضها سأصر عدنا قراءات حقيقية حاليا لازم كل قراءاتنا تكون حقيقية ماذا تقيم الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية الصعود والإعلان اتخذ ستة اجراءات جيد بحالة انه اوحد سعر الصرف 146 جيد انه افرض على التاجر انت تتعامل فقط ويا ام تتعامل مع الصرفات لكن افرض القانون حقيقة مو افرض قانون اوقفه او مثلا افرض قانون واطي حرية لا افرض هذا القانون اتابع به يعني 146 يبقى على 146 رح تلغي الازمة ذلك ممتاز جيد انا في قضية الاجراءات ايضا ودور مجلس النواب السابع اللي الحديث عن البنك المركزي في هذه القضية بالتحديد عدد ليس بقليل من اعضاء مجلس النواب يوجه الاتهام واللوم لمحافظة البنك المركزي لسياسة لاجندة لضعف الاجراءات اكباب متعددة هل لديكم هذه الرؤية واضحة في مجلس النواب الآن ان البنك المركزي لديه من التقصير ما يكفي للحضور في مجلس النواب وللاجابة على العديد من الاسئلة التي ترتفط بهذا الملف اعتقد واضح جدا حقيقة ضعف السياسة المالية في البنك المركزي العراقي وكان نية لدى اغلب اعضاء مجلس النواب العراقي قبل اطلت فصل تسريعي هو استضافة محافظة البنك المركزي العراقي وما اغفلكم الكثير من الاشكالات التحوم حول عمله لو كان هناك سياسة حكيمة لدى البنك المركزي العراقي ما اعتقد يوصل سعر الدولار صرف الدولار الى هذا المستوى وتدني في شنو الملاحظات على عمل محافظة البنك صدعي يعني الملاحظات في مقدمتها كان يتعامل مع اربع او خمس مصارف رئيسية يعني بقضية صرف الدولار وهذه المصارف هي بدورها يعني تتعامل مع باقي الشركات والمصارف الاخرى واعتقد هذه المصارف هي من اوصل صرف الدولار يعني ببداية صعودة ما كان يعني كان بمية وثلاثة وعشرين وصل الى المية وخمسين وهذه المصارف الاربع حقيقة هي يعني سبب رئيسي كانت في صعود الدولار الاعتبار هي تكره كمية المبالغ المتدفقة يوميا الى هذه المصارف الاربع القضية الاخرى حقيقة ماك شفافية في عمل البنك المركزي العراقي احنا كعظام السنواء بانتحدث لك ما عندنا شفافية كاملة اللي عمل البنك المركزي العراقي وين الصعوبة باستضافة صدق علي الحديث عن كل هذه الاسباب اعتقد ما كان هذه المشاكل طبعا ايام كانت الحكومة السابقة اينها المحكمة الاتحادية اصدرت يعني قرار بعدم يعني شرعية استضافة المسؤولين في ظل حكومة تصريف العمال واعتقد يعني اكو توجه لاستضافة محاوظ بنك المركزي العراقي وللوقوف على الخفاية ما اقول يعني الاسباب الحقيقية لصعود الدولار ولتدهور الدولار الخفاية يعني هناك شيء مقصود السابق علي نعم طبعا مقصود ممن من البنك المركزي لو لا من جهة خارجية معينة لا اعتقد يعني ما اتهم يعني البنك المركزي ولكن اقول اكو خفاية احنا كعظام السنواء بحقيقة ما مطالينا عليه يفترض محاوظ بنك المركزي العراقي يحضر اياميس النواب ويوضح ان احنا شعبهم كذلك يعني يسألنا يوميا بالشارع واصدر اكثر من بيان البنك المركزي تحدث عن اسباب داخلية وخارجية والحديث هنا مثلا عن الاجراءات الجديدة اللي فرضها البنك الفيدرالي طبعا الاسباب ما نقول فقط البنك المركزي وسوء ادارة لا ولكن يعني العامل الرئيس العامل الضاغط هو البنك الفيدرالي الامريكا حقيقة وهذا الاجراء طبعا هي محاولة لإفشال حكومة الاطار للضغط على حكومة الاطار ويعني المشاهد الكريم وحضراتكم تعرف جيدا انه اليوم حكومة الاطار يعني يعتبروها هي محور لجهة اخرى لذلك يعني يكون ضغط عليها بالجانب الاقتصادي والحكومة يعني اعتبار هناك طرف يتحدث عن ان المشكلة بدأت مشكلة الدولار بعد تهريف الدولار الى الجانب الايراني يعني استاذ علي احنا نكون صريحين لو جينا الى حكومة سيد الكاظمي اعتقد كان بيها حجم الانفاق والاستيراد من ايران اكثر من بكثير يعني من الحكومة الحالية ليش بالحكومة السابقة ما صاروا هذه الجراء ليش الان صار هذه الاجراء اعتقد واضح يعني هو الضغط جي ويعني على الحكومة العراقية واحنا بدورنا كمزنوا بحقيقة نقف مع الحكومة باجراءات كل الاجراءات اللي منشئنها المحافظة على الدينار العراقي ممتاز سيداني خلينا نناقش هذه النقطة قصة الضغط على الحكومة حكومة الاطار مع السيدة سعاد إلى أي حتى التفقين مع هذه الرؤية أن هناك ضغط من الجانب الامريكي بالتحديد على هذه الحكومة لأنها حكومة الاطار الذي كان يتحدث عن ضرورة مواجهة الأجندة الامريكية على المستوى السياسي وحتى على المستوى العسكري هل فعلا الأمور هي بهذه الطريقة وإذا ما كان الأمر بهذه الصورة ما الحلول التي يمتلكها الجناح السياسي للاطار على احتبار أنه عندما تقدم لمهمة تشكيل الحكومة هو يعلم جيدا نوايا الجانب الامريكي في مرحلة ما بعد التشكيل أنا باردة أنها محاربة حقيقية وإذا هي محاربة حقيقية فحكومة الاطار قوية لدرجة أنها تقدر تكسر هذه الأزمات التي تتعرض لها يعني نحن قلنا قبل شوية أنه نحن بقرار الوزارة التجارة ووزارة الصحة نحن نكسر هذا القرار نحن حاليا حتى الحكومة الحالية التي نستفشرة بها خير يعني إذا نريد نقارن بين الحكومات ونقارن حاليا نحن عدنا حكومات جيدة كانت موجودة بالعراق حاليا أنا أعتبر الحكومة الحالية جيدة يعني حكومة خدمات حقيقية الآن حاليا يعني أنا مثلا ننزل للشارع جاي أشوف أنه أكون بنا تحتية جاي تنوجد نحن كان الشعب يعاني من البنات تحتية إذن شنو اللي تغير سيدة سعاد كثير تغيرت يعني أحنا مثلا مناتق الدائرة السابع يعني يعني أكثر من مرة أكرر أنه تعذروني شوية أنا شوية اللقاء ما أقدر أجي به ليش لأنني متواجدة لحد الساعة بثنتين بالليل مع البلدية يعني بلدية الشعب مشكورة بلدية يعني خصان الطوارئ أدهم مشكورين على العمل نحن لثنتين بالليل يالله نرجع هذا مكان متواجد بالحكومة السابقة هذا مكان متواجد أطلاقا حاليا أكو بناتحتية حقيقة جاي تقام للمناطق إذن أكو تحرك جيد للحكومة لكن المحاربة اللي حصلت مع حكومة الأطار إذا أنا أريد أقول أنه أمريكا جاي تحاربنا وهي يمتع يعني أحنا مثلا ما تحارب العراق يعني شون المشكلة يعني 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 العراق ما شاء الله من هو هو يوميا يتحارب لكن نحن اللي نوضع الحلول الجذرية نحن بدينا نحن حاليا حتى الاستثمار العراقي الساعة اقتصادية من أنا أجي أستثمر بالعراق من أجي أتعامل وهي شركات أجنبية أمريكية بريطانية إيطالية أي أنت ليش الشركة تبقى هي بمقر الدولة مالتها مواني إذا أجيب الشركة هنا واني متعاقدة وياها هذا ضخط دولار داخل البلد زين إحنا ليش حتى الشركات اللي إحنا نستثمروا يحنا يبقى هو بمكانه إحنا كل القوانين اللي يجب أن تغير إحنا شوكت ما غيرنا القوانين لا رح تقدر أمريكا تفرض علينا ولا أي بلد قوانين حتى القوانين اللي تم مناقشتها والعمل على تعديلها سيدة سعاد هي تخضع للمزاج السياسي وهذا الصراع السياسي المحتدم حاليا داخل مجلس النوار أكو يعني أكو توحد بالكلمة حقيقة يعني إحنا محتاجين بس أنه نطلع من إنه دولة محاصصة دولة كتل إحنا خط صير صحيح حاليا إحنا داخل إحنا أصلا ما هي الحكومة حكومة محاصصة الحكومة حاليا هو من السوا كل الكتل اللي موجودة هي خلقة هذه الحكومة إذن هي بمصالحة حقيقية مع الحكومة تقار بوازنة 2023 عدنا أمن غذائي إذن هو نجاح حكومة 100% لكن مع قوانين صارمة مع التجار مع كل اللي جاي يسببون الأزمة مو فقط أمريكا جاي يسبب الأزمة إحنا تجار ما جاي يسبب الأزمة الصيرفات جاي يسبب أزمة عدم فرض القانون الحقيقي هو جاي يسبب أزمة هذا كل على حكومة السودان أنه تعمل به حاليا إجراءات الحد الآن سريعة حازمة بهذه الجوانب اللي ترتبط بالعوامل الداخلية سيدة السؤال بالعوامل الداخلية أنا مستفشرة بهم خير لكن أريد حزم أزيد من هذا نحتاج حزم أكبر جيد ممتاز خليني مع الأستاذ علي من جديد قضية الموازنة هناك من يتحدث عن أن ملف الموازنة تأخر لأسباب ومنها أو أبرزها هو قضية سعر صرف الدولار هذا التصاعد المستمر عدم الاستقرار أثر على عملية المناقشة وإن كان اليوم هناك تصريح لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية سيد مدرح محمد صالح ويتحدث عن أن الموازنة في طور الاكتمال وستذهب لمجلس النواب لكن كيف سيتم العمل على إقرار الموازنة مع هذا التذبذب الكبير والمستمر في سعر صرف الدولار طبعا الموازنة خلال الشهر الماضي كان يفترض أن يتم إنجاز الموازنة ومناقشة في مجلس الوزراء ووزارة المالية استحسنوا أن الأطلة التشريعية استثمروها حتى ينضجون الموازنة بعد أكثر وحسب معلوماتي كان حجم الطلبات أو حجم الموازنة التشغيلي الاستثمارية من قبل وزارات والمؤسسات والدوار والمحافظات حجم فوق الموازنة المخصصة والمقررة لسنة 2023 لذلك خلال الشهر الماضي أعتقد عملة وزارة المالية لجان وهذا اللجان يعني أكثر من زيارة وزارة المالية قمت بها حتى استثمروا أيام العطل الرسمية جئت بوضع تأخير فني أستاذ علي لولا بجوانب سياسية لا لا كانت تأخير فني قلل له حجم الإنفاق اللي يعني ما يستوجب أن يذكر وأكمله يعني هذه الإجراءات وأعتقد يعني خلال هذه أسبوع راح تناقش في مجلس الوزراء وإذا قراءتنا إن شاء الله يعني خلال النصف الأول من هذا الشهر في هذه القضية أستاذ علي الحديث عن إمكانية وصولها نهاية الشهر الحالي أو ربما ستصل إلى مجلس النواف في بداية شهر شباط تحتاج إلى نقاش تحتاج إلى قراءة أولى قراءة ثانية جملة من الملاحظات والنقاط وبالتالي قد نذهب إلى شهر نيسان دون إقرار الموازنة ونحن في العام الذي سبق هذا العام من دون موازنة وبالتالي ماذا عن المخالفات القانونية لقضية الصرف لا أعتقد أكون تفاهمات كبيرة قبل قبل إقرار الموازنة على اعتبار اليوم حكومة هي حكومة إدارة الدولة خليش نتحدث عنها وأغلب اللجان أعتقد كان هناك تواصل بين اللجان البرلمانية واللجان المالية بهذا الخصوص إذا وصلت المجلس النواب يعني أنا وافق أنه ما تتأخر أكثر من شهر بمناقشته ومن المؤمل إن شاء الله خلال هذا الشهر توصل إلى مجلس النواب قلني مع السيد سعاد أيضا في قضية الموازنة تتوقعين أنه من الممكن أن يتم تمريرها بشكل سريع ما أن تصل إلى مجلس النواب أم أن جملة الملاحظات النقاط التي يسعى كل طرف سياسي لإضافتها مثلا عندنا قضية الدرجات الوظيفية الآن تشكل عامل الضغط على حكومة السيد السوداني وضرورة استحداثها على اعتبار قضية العقود والأمور التي ترتبط في التعيين بالجانب الآخر المكون السني كثيرة البصرة البترو دولار مشاكل كثيرة في قضية الموازنة ممكن من السهل جدا كما يتحدث الأستاذ علي أنه تصل إلى مجلس النواب ويتم إقرارها بشكل سريع لو لا الأمور قد يحتاج أشهر في مجلس النواب أحنا بداية قلنا أنه حاليا الحكومة انولدت من خلال اتحاد تحالف دارة الدولة تحالف دارة الدولة المفروض أنهم هسا تقرر الموازنة أحنا هسا أمام أزمة حقيقية الموازنة يجب أن تقرب أسرع وقت حتى هسا العقود وإضافة إلى كل الموظفين اللي تم تثبيتهم وبوجود الأمن الغذائي هذا ما بي أي إشكال على الحكومة لماذا؟ الأمن الغذائي لا زالت الأموال موجودة فيها تخصيصات فيها تخصيصات فجيدة يعني هذا جيد رغم أنه هي يمكن أخذت من حصة الموازنة الحقيقية لكل وزارة خمسين بالمئة يمكن قبل فترة اتكلمنا على توظيفهم وكان مع توظيفهم الرجل لكن كان مع نقطة مهمة قال أنه خمسين بالمئة من موازنتنا هي توظيف هي توظيف لكن يعني يمكن نحن من قناتكم الناشد رئيس الوزراء يكون الأمن الغذائي يتوزع لماذا يتوزع على المحافظات إلا على المحافظة لا يتوزع على الوزارات أيضا دعنا نحاول أن نحل الأزمة الحقيقية بالكامل أما أنه يصير خلاف أنا أعتقد أنه اللي تكاتفه وحتى يبنون حكومة حتى يصنعون حكومة وأعتقد أنه هما ما رح يوقفون أدى الموازنة لقد عدنا تجارب سابقة سيدة سفعاد تحالف كبير متماسك وشكل حكومة وما أن تصل الموازنة الحديث عن موازنات سابقة تبدأ المشاكل تلاشى التحالفات لا لا مر بتجربة تكبر الخلافات مر تجربة أنه عدم وجود موازنة يضرب كل الكتل حاليا الكل مر بهذه الأزمة أنا أعتقد هسا من الذكاء أنه ما يمرون بهذه الأزمة مرة أخرى لماذا؟ لأن الموازنة تتأخر كل الكتل وكل الحكومة ستتأثر بها فإذا المفروض الموازنة تقر حتما هذا الشهر أيضا ستربط في قضية انتخابات مجالس المحافظات تخصص وبالتالي ستخضع لجذل نحن لازم نرجع مجالس المحافظات حاليا الشارع يفتهم أنه النائب نحن كسلطة تشريعية من فينا يقدر يحقق أنه سلطة رقابية تشريعية نحن لا نستطيع نحن نستطيع نحن نستطيع للناس وللأسف يعني عضو اتلاف دولة قانون الحاج المالكي كان يأكد على البنى التحتية كان يأكد على ضرورة هذا الموضوع يعني حاليا العالم فهم أنه النائب هو المعني يعني هذا واقع حال أنه هو المعني بالخدمات أنه هو المعني بالبنى التحتية أنه خلي الصرع لدينا مجالس محافظات خلينا نرجع نحن نقسم أمور الدولة صح خلينا نرجع الحكومة لكن هذا السلوك سيدة سعاد كان موجود حتى من كان مجالس المحافظات موجودة عدد ليس بقليل من النواب يتدخلون في هذه القصة لا ساء شوارع خدمات يمكنني قبل ما أصير نائب يعني أنا صار لتسع سنين أخدم بهذه المنطقة فما عندي إشكال أنه أنا أبقى مستمر بهذا العمل بس إحنا حاليا عدنا حقيقة ملفات فساد كبيرة حقيقة يجب أن تكون السلطة التشريعية هي تشريعية رقابية حتما إحنا من نقول زمن الحج المالكي زمن إحنا جاينا نقول هناك بنت بنا تحتية إحنا اليوم نتباه بخليجي 25 هو منه بنى الملاعب خليجي 25 منه اللي بنى بنى الحج المالكي إحنا منه اللي فرض البنى التحتية مو إحنا هذا هسه حكومة السوداني إذا استمرت على نفس هذا المنهاج إحنا خمس سنين ست سنين يعني راح نكون فرحين بهذا اللي جاي يصير إحنا الحدث اللي جاي يصير والعراق جاي يتطور لكن إحنا نقول والله أمريكا حاربتنا خلنطلع من هاي الأزمة إنه إحنا أمريكا حاربتنا إيران جاي يتحاربنا تركيا جاي يتحاربنا إحنا أقوياء إحنا أقوياء إحنا يعني بلد حضارة إحنا هسا نفرض القوانين اللي من خلي أي واحد بيهم يقدر يحاربنا جيد ممتاز هذه نقاط مهمة السؤال علي إذن الأمر والحل هو مرتبط بالداخل العراقي تتحدث للسيد السعاد إنه وإن كانت هناك ضغوط أمريكية ضغوط من دول أخرى أجندات تحاول فرض إرادات معينة الحل هو من الداخل إذا ما كانت هناك إرادة تنفيذية قوية والحديث هنا عن الحكومة وإذا ما كانت هناك إرادة رقابية لمجلس النواب من السهل جدا حل كل هذه المشاكل وتقديم صورة مختلفة على مستوى البنى التحتية على مستوى محاربة الفساد وعلى مستوى عودة مجالس المحافظات وعملها بطريقة مختلفة طبعا نتفق تماما مع الحديث إحنا بلد مثل عراق يعني مواز أموال وفرة مالية أكثر من تسعة وتسعين مليار نعم يعني هذا تصريح البنك المركزي العراقي رصيدنا الثروات الطبيعية الموجودة بالعراق الخبرة والموارد البشرية الموجودة بالعراق والإرادة الحقيقية الصادقة أعتقد كلنا ذنبنا توفرها ومشكلتنا في الفوضى السياسية في الفوضى السياسية حقيقة يعني ما لمسناها حتى في عملنا في مجلس النواب وكذلك عمل المؤسسات والدوار أنه كل واحد يريد يدفع المسؤولية عن مساحته لذلك يعني أقول أنه ضروري جدا جدا أن يكون للمسؤول في وزارته وعظم السنواب أن يكون رجل دولة بمعنى الكلم ويكون مسؤول بمعنى الكلم إحنا اليوم واقعنا تحدثت عن النائبة واقعنا من تردي حتى في واقعنا الخدم نعم وهذه الحكومة حملت شعار حكومة خدمة ما نشك نهائيا يعني بنواياها صادقة حقيقة ولكن يعني وجود تركة ثقيلة طيلة فترات الماضية وخصوصا في السنوات الأخيرة من تردي بالواقع الخدمي ومن هدر بالأموال اليوم تعال تشوف مناطق نحن في شرق القناة مناطق مدينة الصدر مثلا مناطق حي طارق حي نعبر عن ندسية مشيشان والله تخجل يعني تلقى مثلا المدارس ما نطلع عشرين يوم صار عشرين يوم مثلا مدارس بسبب الأمطار بسبب الأمطار مو فقط أمطار يعني شوار ما نبلط هيكل هطين ومطر بها نص متر وتصور حجم المعاناة اللي به وهنا نتحدث عن العاصمة بغداد وإحنا في نصف في العاصمة بغداد ورغم هذه المبالغ المرصودة خصوصا في قانون هو بالحديث عن هذه النقطة عودة مجالس المحافظات تشوفها فعلا نستاذ علي مهمة طبعا هي حلقة زائدة طبعا أنا حتى أكون يعني دقيق بحديثي نعم إحنا مع الدستور طبعا الدستور شين اللي يرسمه من سياسات وقوانين كل إحنا مع الدستور على اعتبار يعني هو يعني الحكم بين كل التناقضات ولكن يعني أشوف مو فقط مجالس المحافظات نجي مثلا للأقضي والنواح تلقي مدير ناحية تلقي قائم مقام مجلس بلدي هسنحل هسن إذا ما داعوا بي مرة ثانية مجلس بلدي مجلس محلي مجلس محافظة المحافظة وأمانة بغدار عناوين كثيرة عناوين سبع ثمانية وكلها ما جاء المحترام كلها مهمة واحدة كلها مهمة واحدة وكلهم قصرين في هذه المهمة يعني أنا اليوم سبب الصراع السياسي بسبب الصراع السياسي مرة لا بسبب المسؤوليات مثلا في بغداد داخل المحافظة مجلس محافظة وأمانة بغدار مجلس محافظة بالأطراف اليوم تلقى مثلا أكو مناطق داخل العاصمة نفسها ما مخدومة الأمانة يقول لك ها مو مضمن رقعة الجغرافية اللي يعمل بها تجي المحافظة يقول لك أنا أشتغل بالأطراف مثلا وباقي معاناة الناس على هذا الوضع لذلك يعني أقول لابد يعني من الضرورة جدا أن نتعامل بمسؤولية وبحنكة وأن نقلل من هذا حجم الإنفاق هذا اللي ما إلى داعي يعني نحن كلنا نقول الخدمات ما يكون والإنفاق بالمليارات اليوم تجي المناطق تطلع من باب بيتك لا تلقى شارع تمشي به لا تلقى مثلا مي بالحنفية لا تلقى كهرباء هذه راح أكون سوداني على تغيير هذا المشهد والله أعتقد يعني يعني حكومة سيد محمد شاعر السوداني إذا كانت يعني على هذا النهيج وهذه الهمة حقيقة وإن كانت يعني مو بالمستوى يعني المطلوب بطيئة بعض الشيء أعتقد بمؤازرة مجلس النواب هي قادرة على هذه المهمة وضرورة جدا أن يبدو من المناطق البسطة والمناطق الشعبية على اعتبار يعني هذه هذه المناطق مركز الاحتجاج مركز الاحتجاج أولا وهي تستحق الخدمة هم ابناء هذا البلد تمام أنا ليش أروح اليوم أنفق مثلا أموالي في أماكن هي معبدة في طرق معبدة أعيثة في شبكات مياه الزمن شبكة القديمة الغيه وأجي بشبكة مياه الجديدة وهذه الناس لا أعتهم مياه ولا أعتهم طرق ولا أعتهم كهرباء جيد ممتاز سيد علي هذا يقودنا للحديث عن نقطة مهمة ترتبط بملف الفساد مع حضرت السيدة سعاد ملف الخدمات وتردي في هذا الملف هو مرتبط بقصة الفساد هذه القصة الحاضرة منذ بداية التجربة السياسية وإلى الآن هي تتصاعد تتضاعف روهما سلسلة الإجراءات واللجان التي شكلت الآن هل يمكن أن نقول أن حكومة السيد السوداني قادرة على أن تأتي بالجديد في مواجهة ومحاربة هذه المنظومة منظومة الفساد من أجل تقديم واقع خدمي وحكومي مختلف أم أن الإجراءات هي إجراءات مكررة مثلا اللجنة التي شكلت هي على غرار اللجنة التي كانت مشكلة في زمن حكومة الكعظة نعم بداية عقب على كلام الزميل العزيز جميل أنه الأستاذ طبعا هو من الأعزاء عليه أنه حقيقة أنه وجود السلطة التشريعية مع التنفيذية هنا رح نحقق النجاح يعني أنا يمكن الأزمة اللي يتكلم عليها أستاذنا العزيز أنه مثلا قبل شوية قال أنه أدنى الأمانة أدنى مناطق نروح للأمانة تقول يابا هاي علب المحافظة بنرجع على المحافظة تداخل وتقاطق تقول يابا هاي علال الأمين حاليا كسلطة تشريعية أنا أدي مناطق سبع قصور المدارس فائضة زين إحنا نضل بين أمانة ومحافظة تأذينا رحنا كسلطة تشريعية اشتريت روبنات للمدارس اللي غرقانة أو للأفرع الغرقانة إحنا كسلطة تشريعية حاليا يجب أن نكون يعني حقيقة مراقبين حتى للأمانة حتى للمحافظة كافي إحنا نكون متفرجين يعني هسا على الأستاذ محمد الشيعة عدتكم ورقة تقييم المحافظين عدنا ورقة تقييم المحافظين وعدنا اللي تحكم حق المطالبة بالتقييم زين إحنا نريد نحتي هسا نريد نقيم أنا جاي أروح مثلا السبع قصور هي ما بيهبونها تحتية أروح للشيشات أروح للزراعي أروح مناطق الدائرة السابعة هي ما بيهبونها تحتية يعني لا يفيدنا معاها أنه أنا مثلا جاي تساعدني بلدية الشعب 24 ساعة إحنا واقفين يعني نطلع من السبع الصباح نرجع الساعة بثنتين بالليل أو بالوحدة بالليل مع البلدية مع المحافظة مع كلها هنا أنا أخص الأمانة الجهد اللي جاي قدمه طوارئ الأمانة جيد جدا هنا أخصهم بالذكر عدنا المشكلة وين المشكلة أنه إحنا يجب أن تكون هناك لجنة مراقبة على المناطق يعني ماكو شيء أمين يقول لي يا أستاذة ترى هاي ما تخصنا هاي تخص محافظة ويرجع المحافظة يرجع يكررنا نفس الحالة نفس الجوال ترى هاي المناطق ما تخصنا تخص الأمانة هنا نريد من السيد السوداني اللجنة حقيقية منه هاي تخص من على فكرة أنا كمهندسة أعرف هاي تخص منه وها تخص منه لكن النائب جاي يضيع بين هاي تخص فلان وحتى المسؤولين حتى التنفيذين جاي يضيعون بين أنه هاي تخصني وهاي ما تخصنا الحدود اليداري أريد لجنة حقيقية تكون مراقبة حقيقية على مشوار على ذكر اللجان اللجنة المعنية بالحرب أو مواجهة ملفات الفساد سيد السعاد اللجنة الاستراتيجية جيد تعتقدين أنه هذه اللجنة قادرة على إيجاد نتائج مختلفة عن الحكومات السابقة ما أن الأمر سيبقى في طور كشف الملفات البسيطة سعاد المالكي صار لها اطلاق الصراح صار لها فقط شهر ونص والحد الآن أدي سبع ملفات فساد سبع ملفات أدي سبع ملفات فساد رح أعلنهم على الجلسات القادمة فيعني هذه ترتبط بزارات بزارات مختلفة على فكرة أعين نوابنا السابقين اللي صار لهم فوق السنة الله يدري كم ملف فساد عنده لكن جلسات مجلس النواب كانت يعني احنا نعرف أنه قبل شهر فقط هي بذتها يعني حقيقة جلسات مجلس النواب كانت القوانين المدرجة على تشريحة كثيرة جدا حاليا احنا مقبلين على دوام يعني يوم السبت القادم فأكيد كل نائب من عندنا محضر له ملفات فساد ومحضر خطة استراتيجية يمشي عليها فالكل توصل للاستجواب هذه الملفات توصل وزراء للإستجواب ايه توصل توصل ما حديث عن أنه هذا المجلس الحديد ما قادر على أن يستجوب بعض الوزراء الحاليين جيدين جدا وبعض الوزراء الحاليين اكيد يعني احنا المشكلة أنه انت جاي تحكي لي على ملف فساد انا المشكلة أنه هذا التمثيذ اللي اجا حاليا بشنا استجوب استجوب بملفات فساد عن الوزير السابق يعني هذا انا ما رح استجوب هنا أنا وزير انا رح استجوب الموجودين الوزارة اللي كانت موجودة توان كنتوا من صارت كل هالملفات الفساد تمام او الوزير الجديد معني بفتح كل الملفات بها أخطاء لمن سبقها انا ادارية من يطلوني مثلا احنا احنا شي بينا بالعراق انه انت مهندس تكون ادارة مدرسة بس الصعاد كانت ادارية من اجي انا استلم مدرسة بها كل البناء متهالكة بها الادارة فاسدة بها كده ما معقولة انا اتحاسب على اخطاء غيري وهذا اللي احنا جاي يصير حاليا احنا كالجنة استراتيجية جاي نبحث عن حقيقة الفساد وين كان وين صار وليش وشن السبب انتوا جاي تتابعوني الملفات القديمة فقط لو لا تكون بحث عن الوراء الجديد حاليا يعني الدولة حاليا جاي تمدني يعني ما جاي يعني هسا انا اريد استجوب وزير انت لاش ما تكمل لي هاي المشاريع ايوه ما عنده موازنة شنو انا استجوبها بس انا استجوبها بقوانين اكو بعض الوزراء جاي يفرضون قوانين يعني اكو بعض الوزراء يعني حتى على السلطة التشريعية جاي يصدر لنا قوانين وكأنما السلطة التشريعية مو هي الانتخابة حتى يكون وزير جاي متاز انا معلل استاذ علي في هذا الملف ايضا استاذ علي ملف الفساد لاي حتى تعتقد انه الامور ستختلف هذه المرة الاجراءات طبيعة المحاسبة سواء كان من مجلس النواب او من هيئة النزاهة من حكومة السيد السوداني وكذلك من اللجنة التي شكلها برئاسة السيد ابو علي البصري الامر راح يبقى في طور الحديث فقط حديث مستمر عن ضرورة محاربة ومكاشفة الناس بملفات الفساد وينتهي عمل هذه الحكومة ثم ترحل الكثير من الملفات كما حصل في السابق إلى حكومات اخرى طبعا على المستوى الحكومي على المستوى الحكومي تشكلت لجنة مكافحة الفساد وهي تختلف عن لجنة مكافحة الفساد في الحكومة السابقة بالسابق اعتقد كان هذه اللجنة الهدف منها يعني هدف يعني اللي لاحظناه هو ابتزاز مثل ما يعني اعلن عنه في وسائل الإعلام وبعض الأمور اللي ظهرت نعم هذه اللجنة اعتقد يعني عملها مهني ونجحت فيه اكثر من ملف وخصوصا ملف مكافحة الفساد في وزارة النفط النفط يعني تهريب النفط وكذلك على المستوى التشريعي احنا كأظام الجس نواب بصورة عامة في اكثر من لقاء ذكرناها نعم انه واجبنا هو الوقوف مع الحكومة في مكافحة الفساد واعتقد كل احنا يعني لدينا نية صادقة ان شاء الله بمكافحة الفساد والوقوف مع الحكومة بهذا الجانب وكذلك يعني تعضيذ الحكومة بسلسلة من الاجراءات والقرارات شون اللي ممكن يقدم مجلس النواب للحكومة بهذا الملف بالتحديد يعني اعتقد مجلس النواب علي بالدرجة الاولى يعني مثل ما ذكرت قبل قليل ان الحلقات الزائدة لا بدو ان يكون لها فد يعني فد وضع جديد نلابدو ان ننهي هذه القضية الحلقات الزائدة هذه كذلك عدنا هيئة نزاه وعدنا لجنة نزاه هذه اطراف معنية بالمراقبة تأتي حكومة تشكل لجنة لمكافحة الفساد مثلا هذا يندرج ضمن الحلقات لا مو يعني انا الاقصد بي اقول كمجلس نواب احنا كمجلس نفس القصة واضح واضح يعني كمجلس نواب لا بدو ان الحلقات الزائدة مو فقط في في اللجان الرقابية والنزاه والفساد لا اللي ذكرتم قبل قليل هناك يعني اكو مناصب حقيقة ما تحتاجها لحكومة الدول هذه هذه المناصب هي من باب باب من ابواب الفساد حقيقة اعتبرها هذا واحد والقضية الاخرى انه المجلس النواب العراقي هو قادر على تشريع يعني قوانين من شأنها تعضيذ الحكومة في قضية مكافحة الفساد والقضاء على هذه الافة الحكومة كذلك اعتقد ماكن اليوم كتلة سياسية تحافظ على اسمها وعلى وضعها وعلى جمهورها هي تدعم الفاسدين والفساد واعتقد اي كتلة اليوم سياسية او اي سياسي ما ممكن يغامر يعني بمصيره ومستقبله بداية الحكومة اذا يعني كان بجانب الطبق الفاسد اخليها استاذ علي بداية الحكومة بهذا الملف تشوفها مشجعة لو محبطة لا مشجعة شون اللي خلاك انه تكون متفائل يعني الشيء المتفائل اولا هي النية الصادقة لدى الحكومة يعني في مكافحة هذا الملف يعني في مكافحة ملف الفساد ويعني اكو بعض الامور في مقدمة مثلا الاموال اللي استردت من سرقة صفقة القرن واعتقد بن سمرين يعني اللجانة التحقيقية في استرداد باقي الاموال وكذلك يعني الفساد اللي طال يعني تهيب المشتقات النفطية وأعتقد يعني اللجنة المكلفة بمكافحة الفساد هي يعني من شخصيات ذات سمعة طيبة وجيدة جيد الا السيدة سعاد بقضية الفساد ايضا هو من الذي يضمن ان هذه المرة المواجهة ستكون مختلفة بمعنى انه في كل مرة تفتح ملفات فساد بسيطة لأسما غير معروفة تكون هي واجهة لجهات ما يتم القال قبض مثلا قصة الضريبة سرقة اموال الضريبة الحديث فقط عن نور زهير وبالتالي لا احد يعلم حتى الان من يقف خلف نور زهير من الذي يوفر الاجواء والاجراءات والتسهيلات الادارية لنور زهير هل من الممكن ان تكون هناك حرب مواجهة على الرؤوس الكبيرة او ما يعرف بالحيتان الكبيرة ام الامر سيقتصر فقط على هذه العناوين التي دائما ما تكون واجهة لجهات ورؤوس كبيرة اللي يختلف انه وجود دماء حقيقية بمجلس النواب حاليا ووجود دماء حقيقية يعني احنا منقول دماء حقيقية هي عراقية بحتة يعني من التقيت بالمجلس النواب الحالي وجدت انه بعض النواب الجدد يعني هم جايين فقط يحاربون الفساد وهذا شيء يبشر بخير والفساد وفضحو فان شاء الله بوجود الناس الخيرة اللي موجودة بمجلس النواب والسلطة التشريعية وايضا وجود تنفيذين حقيقين يعني انا جاي التقي كم وزير يعني حاليا ما اقول التقيت بكل الوزراء يمكن حاليا التقيت بست وزراء الخطط اللي موضوع الخطط اللي احنا نتابع اللي جاي ندرس جاي نحاول ان نكون سند للتنفيذي بنفس الوقت احنا نكونوا دعمين بنفس الوقت احنا نحاس بباشر اقبا اذا خطأ اذا احنا كل السلطة التشريعية مشت انه انا حقيقة جاية كسلطة رقابية تشريعية بنفس واحد انا اعتقد انه العراق رح يطلع من ازمة السنين السابق انا خليني اسألش عن لجنتكم اللجنة الاستراتيجية المعنية بمتابعة المنهاج الحكومي شنو عملها الان وش وقت راح يكون لكم تقييم واضح لعمل الحكومة حتى احنا بهاي الاطلة احنا جاي نتواصل بين عدنا يعني حتى بهاي الاطلة احنا يعني لجنة حقيقة تربطنا يعني اخوة جميلة فكل واحد جاي يحاول انه يدرس ملفات يعني يمكن انا القى ملف فسادي خص يعني وزارة فلانية اعرف باللجنة الفلانية اكون عندي زميل يعني جاي ابعت له تعال خلينا نناقش هذا الملف فاللجنة الاستراتيجية حقيقة جاي تتواصل يوميا اذا ما نقول بين فترة وفترة حتى يعني يعني جاي تكلم حاليا حس صار شهر ونص شهر ونص انه اوجد سبع ملفات فساد هنا جيد جيد انا اشوف انه الحد الان وللعلم الناس جاي تترقب خير بالنواب يعني حتى اكون ثمين ملفات فساد انا ما راح انا بحثت عنه شون وصولت جتني مكالمات تليفونية سيد سعاد عدنا ملفات فساد عن فلان وفلان وفلان بس تبديت جلسات يعني بالنسبة لي حاليا قيمة قيمة وزراء كملت الوزراء حاليا حاليا يعني تقييم عام راح تنطول الحكومة يعني اقدر اقيمة حاليا لكن انه اساعدة بتقويب الوزارة نعم الامور جيدة بالنسبة للحكومة بلجنتكم بتقييمكم حاليا اغلب الوزراء جيدين يعني اغلب الوزراء بعضهم لا عدنا علي نقاط سلبية لكن الاغلب جيدين انا اشكركم جزيلا شكر ضيوفي الكرام السيدة سعاد المالكي عضو اللذنة الاستراتيجية لمتابعة البرنامج والمنهاج الحكومي شكرا جزيلا لكم وكذلك النائب عن تحالف قوة دولة الاسدادة علي البنداء شكرا جزيلا لحضرتك سعاد عضو دهر تلاف دولة قانون اشكركم جزيلا شكرا دائما سعادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة